السلام عليكم في كل خير اليوم أعزائي الطلبة سوف نبدأ بشرح الدرس الرابع عشر وهو درس الفراشة والنحلة في البداية سوف نستمع إلى هذه الأغنية أغنية الحروف الأبجدية نستمع جيدا إلى أغنية الحروف الأبجدية مرحلة مرحبا يا صغال زياد بعلمون ياتي القروم الف تأثب جمحة خغان تأثرف هم طوق ضع pray فق قد كلم ميم نون حق واويا ميم ألف ميم ألف ميم ألف ماما بألف بألف باما ميم ألف ميم ألف ماما بألف بألف باما عين ونور وطاق وراق ميم ألف ميم ألف ميم ألف ميم ألف بأتاق فاق جيم حق تلتل رأزين سين شين صوات طا 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 عين فين فاقق كلم ميم نون حق واويا ميم ألف بأتاق جيم حق تلتل رأزين سين شين صوات طا 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 عين فين فاقق تلتل رأزين سين شين صوات تلتل رأزين سين شين صوات لغة العربية التي كان عددها ثمانية وعشرون حرف من اليوم سوف نبدأ بمراجعة بعض الأحرف الأبجدية نشاهد ما يليه هنا حرف البا تا ثا جيم حا خا كل حرف له أربعة أشكال يحتوي على أول الكلمة وسط الكلمة آخر الكلمة متصل وآخر الكلمة منفصل نشاهد حرف البا هنا حاب أول كلمة اسمه حرف البا صوته ب اسمه حرف البا صوته ب اسمه حرف التا وصوته ت اسمه حرف الثا وصوته ث اسمه حرف الجيم وصوته ج اسمه حرف الحا وصوته صوته اح اسمه حرف الخا وصوته اخ نشاهد أن كل حرف يحتوي على أربعة أشكال أول كلمة، وسط الكلمة، آخر الكلمة منفصل، وآخر الكلمة متصل بابو بي ات أول كلمة، ات وسط الكلمة، ات وسط آخر الكلمة متصلة، ات من آخر الكلمة منفصلة تاتو تي إث أول كلمة إث وسط الكلمة إث آخر الكلمة متصل إث آخر الكلمة منفصل ثاسوثي إج أول كلمة إج وسط الكلمة إج آخر الكلمة متصل إج آخر الكلمة منفصل جا جو جي إح أول كلمة إح وسط الكلمة إح آخر الكلمة متصل إح آخر الكلمة منفصل حا حو حي إح أول كلمة إح وسط الكلمة إح آخر الكلمة منتصل إح آخر الكلمة منفصل خا خو خي هذه هي الحروف الأبجدية في البداية سوف كرأناها على الطلاب أن يعيدوا كراءتها والتعرف عليها وكتابتها الآن سوف نبدأ بدرسنا الجديد نستمع إلى نص الدرس لتحدث عن القوة والترابط مع بعضه البعض نشاهد نسمع نركز لنجيب عن الأسئلة الفراشة والنحن نستمع إلى نصر الاتحاد هو مرت حشرة كبيرة لأمان خالية نحن ففكرت في طرب النحلات منها لتذكر مكانهم هاجلت الحشرة النحلات فاشتضعت للملكة بالنحلات ثم وضعت خطة للتغرس منها هاجلت النحلات على الحشرة كبيرة وشجع فتعدت الحشرة وانصحبت منها مكان هاجلت النحلات في الاتحاد القوة في البداية استمعنا إلى نص الدرس في الاتحاد القوة وضعته نجيبه عن الأسئلة التالية ماذا نستفيد من النحل؟ أول شيء نستفيد من النحل أنه سحب الرحيقي من الظهور لكي نصنع العسل ما هي عناصر النص؟ حشرة كبيرة خلية نحل وملكة النحل من أين مرت الحشرة الكبيرة؟ مرت الحشرة الكبيرة من أمام خلية نحل كبير بماذا فكرت الحشرة الكبيرة؟ طبعا فكرت الحشرة الكبيرة في طرد النحلات من الخلية من الذي اجتمع من في النحلات؟ طبعا يجتمع في النحلات من يا حلوين يا أطفال الحلوين؟ هم اجتمعوا ملكة النحل المسؤولة عنهم ماذا استعملت النحلات في حل مشكلتهم؟ استعملوا العقل والتفكير الجيد والتخطيط أيضا ماذا فعلت النحلات؟ هاجمت النحلات الحشرة الكبيرة ماذا هدفت النحلات؟ هدفت وقالت في الاتحاد قوة الآن وضعت لكم نص الاستماع للمراجعة أن هناك حشرة كبيرة مرت من أمام خلية نحل فكرت هذه النحلة فكرت هذه الحشرة بطرد جميع النحلات الموجودة في هذه الخلية لتسكن مكانهن هاجمت الحشرة النحلات اجتمعت الملكة بالنحلات ثم وضعت خطة للتخلص منها هاجمت النحلات على الحشرة بعد محط الخطة هاجمت النحلات على الحشرة بقوة وشجاعة فتعبت الحشرة من هذا الهجوم وانسحبت من المكان هتفت النحلات وقالت في الاتحاد قوة هنا نشاهد أن يجب علينا أن نستعمل عقلنا وقوتنا وتعاوننا مع بعضنا البعض في حل هذه المشكلات في أي مشكلة لا نستعجل في اتخاذ القرار بل علينا أن نفكر نخطط نساعد بعضنا البعض نعطي أراءنا لآخرين نتكون مع بعضنا البعض ونربط يدينا بيد واحدة لكي نؤكد أن التعاون والاتحادي هو أساس النجاح في أي شيء في العالم يا أطفال نعبر على لوحات المحادثة ترجمة نانسي قنقر